السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شبه وشوف تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بهاي الحلقة رايحين نشوف تغطية الجولة العاشرة من بطوط العالم بعد ما نيبوا اكل ضربتين عراسه بالجولتين الماضيات وباقي بس خمس جولات هل هيقدر هو انه يرجع يعمل كمباك ولا لا خلونا نشوف وباقي اربع جولات مع الجولة اللي افرجيكني اهلا يعتبروا خمسة لانه هني بلعبوا 14 وهي الجولة العاشرة تم 11 12 13 14 خلونا نبلش بي الجولة رقم 10 كارسنغان ابيض وبلش بي نقلة ال E4 نيبوا خسران ثلاث نقاط من الطبيعي هون انه يروح لا السقلة لا البرك يمكن يعني اذا بدو حاول يعمل هجوم بس شو راح لعب ال E4 E5 وما بس لعب ال E4 E5 فات على البتروف ما بعرفه شو بباله لانه هو روسي فقال بدي يلعب الدفاع الروسي اللي هو البتروف فقال اسمين هو البتروف الروسي فقال لك انا بدي يلعب الروسي وانا روسي وهيك وحايلعب طيب معلمي هاي الشغلات خلي اياه يعني بره الهدف تبعك انت هدفة كله انك تفوز تيجي بتلعب للبتروف بصراحة انا ما عندي شي احكيه ياني بوم نشي لعب النات على ال F6 وفات على البتروف بهذا الوضع كارسن كمل عادي نات تيكس E5 نفس ما اللعب قبل هيك بكل مباره بعد ال D6 هون منشوف اول ديفياشن ديفياشن بشطرنج معناته يعني اختلاف هيك وبالعربي معناته انحراف بس ما الى ايشي الى علاقة بالانحراف كارسن بهذا الوضع لعب النات على ال D3 نات D3 نقلة غريبة بس ويسلسوا اجت على فترة كان دائما يلعب نات على ال D3 ضد البتروف يمكن انت بالبداية تشوفها غبية كتير ويعني it doesn't make any sense انه ما الى اي منطق او اي فكرة من وراها بس هي فكرته انه النات تيكس E4 فكرته انه انا هون ممكن نكمل بي النات على ال C3 بعد ما تاكلني انا ااكل هيك ويصير عندي اوكي دابل بونز بس هل فيه اللي بيمفتح له واللحصان بيكون ممتاز على ال D3 والجيم بيكمل وهالفيل يعني ما بيعاني ما بيعاني من وجود اللحصان على ال D3 لانه بالاخر هالبيدق بتغير هيكي بيجى على ال C3 نات C3 ممكنة كارسن قرر انه ما يلعب نات على ال C3 ويجى ال Queen على ال E2 ما ال Queen على ال E2 اللحصان الا على ال E4 مطلوب ومربوط وبنفس الوقت فما عندك غير نقلة بعدة لعب اللي هي ال Queen على ال E7 اي نقلة تانية تخسره في الوضع على D5 بلعب F3 واللحصان بطل عارف يرجع هون ها لانه في ملك وراء وكذلك لو ايجى F5 بلعب F3 وباكن للنقلة تجاي بالبيرق ولو ايجى بش هو F5 بلعب F3 فعشان ايكوين E7 لو بدك تلعب F3 هلا برجع باللحصان تبع على F6 وانا اموري ممتازة بعد ال Queen على ال E7 الجيم كمل نات على ال F4 من اهداف نات F4 انه احط حصاني على D5 اكون طالب الوزير وطالب C7 تمام؟ الاسود هون لازم يتصرف لازم يعمل شي لو انت هون كنت مكان الاسود شو بتلعب الاسود عنده كزا طريقة يتعامل فيه مع تهديد نايت على D5 هاد ممكن يجي C6 بس ما بدك تلعب C6 D5 وتصرف وقت كتير يعني هلا بيرق بيتحرك مرتين بعدين بيرق D فالاسود هون عنده خيارين يا نايت F6 نفس ما صار بالجيم يا نايت على C6 يا نايت على C6 نايت على C6 ممكن بهذا الوضع ليش؟ لانه هون لو جيت نايت على D5 همهدد الوزير تبعي انه هون عندي نقلة مخادعة جدا نايت على D4 وهذا اللايت متعادل بالاخر بيكون من مصلحة الاسود على فكره بدك تاكل وزيري باكل وزيرك بتاكل على C8 باكل على C1 والفكرة انه بعد نقل مثلا نفس الفكرة انه الاحصان هذا بطل عارف يطلع وهذا الاحصان بطل عارف يطلع فما ترينين انه يكون الوضع متعادل بس بعدما الابيض يطلع على C3 انا باكل على C3 روكسي 8 روكسي 1 الابيض بيكون عنده وضع اسوأ لانه بارق شوي اسوأ بس الوضع متعادل يعني ما رح يقدر انه يعمل شيء خصو انه او متعاكسة الالوان لين مضحك هون ممكن انه يصير كمان بعدنا D4 انه الابيض يجي Queen C4 كمان نقلة منطقية انه انا مهدد الحصان والوزير والC7 يعني خلاص الوضع مكسب ها ما بيقدر يعمل الاسود او الاسود شيء والابيض رح يكسب تعمل الاسود تعمل الاسود بس هون في نقلة رهيب جدا ممكن لعب الاسود بتكسبه فورا النايت C3 ما اعطيك الوزير بعد ما تاكل وزيري نايت تاكسي دو كيش با صار اخي شو اللي صار شو الضغط هاد الرهيب على هالموقع المهم القيم كمل نايت على الافور نيبو ما لاعب نايت على السي سيكس مع انه كانت ممكنه كمل هو بالنايت على الاف سيكس بعد النايت على الاف سيكس الجيم كمل دي فور دي فور نقلة بتفتح للفيل نقلة بتسيطر على الوسط ما في يعني ايشي الوضع ممتاز الحيالوس نايت على السي سيكس عطيني بيدق الدي فور والابيض هون لازم يلعب سي ثري بشوب اي ثري ممكنه بس بتحسه شوي باسف دي فايف بهذا الوضع مبيني ميحة بس انا عندي كوين اي ثو بعد بشوب اي ثو او نايت اي ثو ما بتفرق او حتى كوين اي ثو عندي نايت بي فورم هدد هذا البيضق مرتين و اه سي ثو كمان فبتضطر انك تجي نايت اي ثري بأكل هون بيكون عنده بيدق وزيادة فبعدي النايت على السي سيكس الجيم كمل بنقلة الدي ثري ولعب بهذا الوضع دي فايف ليش دي فايف؟ لانه دي فايف هالوضع رح تكون مزعجة من الابيض فادي فايف بمنع دي فايف وكمان اه بدي اه حط هذا الفيل على الدي سيكس بعد ما حرك وزيري نايت على الدي تو ونايت على الدي ايت ليش مش هنالعب سي سي سيكس احمي الدي فايف واللحصان هذا حطه على الدي سيكس فشوية مناورات وهي نقلة نايت دي ثري هيك بتعمل شوية غرابة بالموضوع بيكون فيه مناورات نقلات هيك متراجعة انا بتحظو ان الاحصان تحرق ألف مرة في نايت اف ثري نايت اف اف ع في نايت اف ع في نايت اف او يحرجع تحرك هي هيك لانه انت لان تحرق اكثر من قطعة اى او قطعة كزا مرة بالافتتاح بدت تم تتلفلف احي ها افتكرة بعد نايت على الدي اتكمل قيم نايت اف ثري ايه اني باوم اي شي هن بدي انتشر بس فيلو مسكر على فعالاك انا بااكل عالي اتو اول باكسر وزورة وبعدين يجيب بشب دي سيكس ومنفوت بوضع متعادل جدا يعني ما حدا عنده افضلية اني ممكن اختار شوي كون هون ابيض بس ما في فرق يعني رح يغضر الاسور انه بس يطلع قطاعه يكون بامان ثبيت قصير من الطرفين بشب دي ثري محسن مما كان الفيل وما خها الوتر وضرور انك تلعب هون بشب دي ثري لانه لو ما لعبت ان رح يجي بشب اف فايف وامسك هاي الخانات البيضة كلاته فبمنع بشب اف فايف كمل جيم روكي 8 مسيطر على العمور المفتوح روكي 1 كسره قلاع ونات اي سكس تعال نكسر احصنه كسره احصنه ولعب جي ثري نقلة بتحضم النشاط هاد الفيل ممكن ايجي نات جي تو نات افور هاي واحدة من المناورات مشان اضغط على ال اي سكس والدي فايف تكمل الجيم جي سكس وهو بيعمل لفس الفيلم يعني ممكن انا ايجي هيك وكمان هال الفيل بصير في الضعيف نوعا ما نات جي تو روك على ال اي ات اف ثري بمسك هول الخانتين عشان ما توجه اللي راسي والجزره نات على ال اتفايف بهذا الوضع يمكن يجي نايت هون نايت هون ما بتعرف عم يحاول انه يصبط اماكن قطعه كينغ على ال اف تو سي سكس بيحمي الدي فايف جي فور اعطيني للحصان نات على جي سبن بشو بأف فور تعالي نكسر فيه لا كسر فيه لا بالفعل جي فايف اعطيني للحصان رجع على ال اي تو و اف فايف بهذا الوضع يفضل انه انت ما تاكل انه بيكون عندك بيرق اف ثري و بيرق اشتو ضعيفين فلعب اتش ثري بس بيحمل جي فور اكتر كينغ على ال اف سفن روك على ال اتش وون بدي احاول العاب اتش فور بلك يقدر تفتح الوضع بس الوضع متعادل اتسكس بهذا الوضع و هون كارسن غضر يلاقي طريقة يجبر فيه كتير تكسيرات بالاخر بتودي لتعادل و التعادل من مصلحته اف فور اكل على الجي فور لو اكلت هون انا باكل باللحصان ما بتفرق اكل على الجي فور اكل اتش تيكس جي فور رح تكسب انت بيرق الجي فور بس رح ااكل انا بيرق ال اتسكس بالمقابل بشب جي فور روك اتسكس بشب اف فايف بهذا الوضع بيحاول انه بيكسر فيه لا اوكي كان ممكن يكسر هون بس بتلاحظ انه انت البيرق هيكلات على الخانات البيضة اذا عرفت التف فعلية وكسرني القلع ما رح يكون هالشي مصالحك بشب اف فايف مشان يكسر الفيالة بشب اف فايف نايت اف فايف روك على الات سبن شك لانه القلعة كانت مطلوبة رجع باللحصان تبعه على الجي سبن لو زحت مالكك انا باكل على البي سبن فرجع باللحصان و اف تيكس على الجي فايف صح انه كارسن مؤقتا عنده بيدق زيادة بس كينغ على الجي سكس اعطيني القلعة وراء القلعة او بعد ما تزح قلعتك في بيدقون باخدوه والوضع متعادل يعني اه ما في اي فرصة عند الطرف فيه الجيم كامل روك على الاتش ثري كينغ جي فايف روك جي ثري كينغ اف سكس روك اف ثري كينغ اي سابن نايت على الافور بحاول يعمل شيء باللحصان تبعه كينغ دي سكس بحط الملك بأمان نايت على الجي سكس يستحى عدمه. يا الزلمة إلعب السقلي. إلعب الكاروكان مشوبه. خل الكاروكان تبعي. وعشرين دولار بس. يا الزلمة. هاي الناس ما بتفهم. اقسم بالله. انت نبومني شي. انت متحدي بطلع العالم. تروح بتلعب لي اي فور اي فايف وانت خسران. اخ لا حولها قوتي الا بالله. المهم يا اخوان شكرا لكم مشاهدة. مشوفوا ايش اقضوا بالفيديوات القادمة. خلوني سكر الحلقة لانو انا مع الصبع الاخر ويعني ما. اذا استمرت الحلقة انتو بتلغو اشتركوا بالقناة وانا بديوكم. لا تشتغل اشتركوا بالقناة اشترك لو ما تباشترك. الى اللقاء جميعا سلامات.